معيدات طبية وأدوات للفحص المبكر نهيك عن تجهيزات وقائية للتقم الطبي هو ما استلمه معهد باستور من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار برنامجه لدعم الجزائر في مكافحة كوفيد-19 الاتحاد الأوروبي والبرنامج الأمم المتحدة يعطوا الدفع كبير جدا من ناحية تطور مختلف وسائل الكشف إضافة إلى وسائل الكرارات طبية وهي الآن دائما في تصال مستمر لأننا نكون في دفعات قادمة ونحن في مشاورات في برامج ومشروعات أخرى مهمة جدا مشروع الاستجابة التضامنية الأوروبية لكوفيد-19 في الجزائر خصص له مبلغ 43 مليون يورو وذلك من خلال منح الهيكل الصحية لمختلف المعدات لإحتواء الفيروس 40 et quelques مليون دولارين donc à peu près 50 مليون دولار ils arrivent suivant les différents appels d'offres et commandes qui sont fournis ils arrivent progressivement dans le pays donc je crois que nous sommes déjà dans la deuxième vague d'arrivage je pense que c'est une responsabilité commune pour tous pour avoir accès à cette service de qualité de tout le monde et par tout le monde parce que dans la pandémie on ne peut pas être seul, on ne peut pas agir seul, on est tous ensemble المشروع يندرج في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي لدعم البلدان الشريكة في مجباهتها لكورونا بمبلغ إجمالي يقدر بـ 75 مليون أورو 43 مليون موجهة لاقتناء تجهيزات طبية و32 مليون أورو لدعم لنعاش الاقتصادي 43 44 45 46 47 48 اشتركوا في القناة